والد الطفل آدم على هذه الحال منذ الحادثة التي وقعت لابنه عشرات من أوراق التحاليل الطبية تراكمت منذ أزيد من خمس سنوات وكانت جرعة أمل لشفاء آدم لكن دون نتيجة أول ما أصعله هكذا كان السبب سقوطه في المدرسة سنة 2016 في آخر سنة لكل حال رأى في الخمس سنين هو هكذا مسكين يعني الحالة أو أكشوفك فأرى تيرى يعني ما وصلنا حتى العلاج جريت يعني جريت تونس ذات العملية في تونس جريت لطرقيا يعني ناضم مع أي رجال الطفل آدم تعرض لحادثة سقوط داخل مدرسة سنة 2016 فدخل إثرها العناية المركزة لتبدأ بعدها رحلة معاناته مع المرض وأنا نصحوني في ترقيا نصحوني بألمانيا هم اللي قال لك العلاج بتاع الطفل هذا رأى في ألمانيا مدى بيا السيد الرئيس يتكفيلي بالطفل هذا ويعوني وهذا رأى الجزائر والد الطفل آدم ينتظر من الجهات الوصية التدخل العاجل قصد نقل ابنه للعلاج بألمانيا أين توجد آمان كبيرة لمعالجة حالته ترجمة نانسي قنقر